السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله والإخوان وبإياكم اليوم إن شاء الله بإذن الله نحما زلنا نستكمل سلسلة كورس Xian Server Administrator Citrix الكورس الخاص بالفيرتوليزيشن تكنولوجي المقدم من شركة Citrix العريطة نحن اليوم بغن نتكلم حول المانيجينج Xian Server نبدأ على بركة الله المانيجمينت كونسول في الويندوز انت بتقدر تستخدم القوي أو الGraphical User Interface as a console وكمان عندك لينكس ودي أمور متعرف عليها عن طريق محدد إضافة إلى ما يسمى بالWSS وهو عبارة عن الويب Self Surface Console وبالأخير عبارة عن Virtual Appliance يعني عبارة عن Virtual Machine مقدمة من شركة Citrix بتسمحلك انه انت تمنج Xian Server عن طريق الويب انترفيس مش عن طريق كما اعتدنا بفيديوهات الأولى عن طريق Xian Center لا OK Citrix Web Self Surface Console بيسمحلك هو عبارة عن Virtual Appliance XVA عن طريقه انت بتقدر تعمل عملية Delegations لليوزرس وبتقدر تحدد اش Virtual Machine اللي اليوزر بيكون يعمل لها Start أو Stop أو Suspend أو Reset إلخ نتيجة لأهمية الليسنس في Xian Server حقيقة شركة مركزة بشكل كبير جدا على موضوع الليسنس في Xian Server وحتى قائب الموضوع ده كأحد الأبجيكتفز الخاصة بالامتحان في Xian Administrator فإما بتستخدم الhost based lessons انه انت بتتواصل مع الشركة وبيبعتلك اياه عن طريق Key File وتعمل Import لل Key File ده أو عن طريق Virtual Appliance بتعمل لك Activation أو Activated لل Xian Server نفسه زيان Server License Component عندك Lesson Server عندك Lesson File إضافة إلى Lesson Administrator Console إحنا إن شاء الله بنتكلم عن دل أمور كاملة بشكل عملي بإذن الله بس نخلص الاسرائدات دي Managing User المستخدمين في Xian Server مقصومين إلى نوعين Local Authentication أو ما يسمى بالLSU هم عبارة عن الـ Users اللي Default أو اللي بيحصل لهم عملية Create من Xian Server نفسه لكن إنه إنت كمان بإمكانك إنه تعمل إنتيجريشن مع الـ Active Directory في Microsoft وتحدد رولز وصلاحيات فقد إنت عملت إنتيجريشن ما بين Microsoft Active Directory كيربروس إضافة إلى Xian Server الـ Rule Based Access عندك مجموعة من الـ Rule الخاصة بالـ Users عندك الـ Rule Administrator وهو عبارة عن الـ Administrator الكبير الـ LSU Root ده Root عليه Delegation أو ما يسمى بـ Power User في عالم Microsoft وهو أقل صلاحية من صلاحيات الـ Pool Administrator عندك الـ Pool Operation اللي فقط بيشغل السيرفرز فرجو الـ Machine Power Administrator مواضح من اسمه فرجو الـ Machine Administrator فرجو الـ Machine Operator إضافة إلى read-only read-only إذا بيقدر يعمل لك بس reporting و view الـ Interface فقط لا أكثر ولا أقل Security Log كمان الـ Xian Server بيوفر لك Logs File عن طريق الـ Log File بتساعدك في عملية troubleshooting في بعضيك Subject ID أو ما يسمى بـ User ID أو الـ User Name ID و Success Operation إضافة إلى Fill Deny Access Operation Update Xian Server وأنت بتحدد تـ Xian Server عشان تسوي عملية وتـ Fix وبتستخدم في الـ Update عن طريق Xian Center وممكن تعمل Update عن طريق Command Line Interface ونشوف القانب العملي من الكلام ده اللي نحن تكلمنا عليه من الأول نفتح الـ FairJual Center أو Xian Center ده عبارة عن Xian Server اللي نحن تكلم عليه أو Xian Center فعن طريق Xian Center أنت ممكن تروح لـ قائمة Tools وتروح لـ Lessons أو Lessons Management أو Manager وكده بتشوف السيرفر ده والـ Status طبعه فأنا بالحالة دي بقوم برن السيرفر ده كمان برأي تـ Click وبقول له Connect نروح على Tools فإنت هنا مكتوب برأي تـ Click نروح على Tools ونروح License Manager فإنت هنا مكتوب لو بتلاحظ Active Free زي أن سألت سيرفر أنت ممكن تأخذ الـ Activation من هنا Request Active Key وده الخيار بيوصلك مباشرة لموقع سيتريكس وتعبي فورم حتى يبعث ليك الـ Active Key لو بتلاحظ عندي الـ Active Key لغاية مارس 6 مارس 2014 يعني معي السنة من الآن وـ Apply Activation ده بعد ما يرسلوا لك الـ Key أنت تخص Apply Activation وتختار الباث أو المسار وتعمل Apply هنا Assign Lesson هنا بتختار أنه أنت بتسوي عملية ترخيص للـ Lesson تبعك في أحد الـ Distribution أو التوزيعات دي هل هو عبارة عن Advanced Edition أو Enterprise Edition أو Platinum أو Desktop بس في الأول نحن محتاجين نـ Import Virtual Appliance License Manager تريد تكليك على الزيان سيرفر وتـ Import وبروز وده عبارة عن الزيان سيرفر Lesson Manager ده عبارة عن الفرج والـ Appliance الخاص فينا شفت؟ Import Next فأنا بيقول لك اختار السيرفر اللي تحب تحط عليه الـ Appliance أو الـ Appliance دي بتعمل Next فبتختار الـ Location أو Storage فأنا بختار Local Storage Import كده بيقول لي اختار الـ Interface اللي تحب تضبط عليها Setting نخلى على الـ Default Setting عشان هي Connected Already طبعا هنا بيعطي لي خيار إذا بتلاحظ هو الـ Ready الان بيشتغل وبيعمل عملية Preparing To Import Virtual Machine اللي عبارة عن Virtual Appliance لو بتلاحظ هي الان ها بدأت تشتغل بس لكن الخيار ده بيعمل عملية Start Virtual Appliance After Min After Import يعني بتشتغل المشين دي بعد ما تنتهي عملية الـ Import ونعمل Finish وكده نحن ممكن نروح على الـ Virtual Appliance نفسه ونروح على الـ Console ونشوف مفيش شي كده ليش عشان ما زالت عملية الـ Import مستمرة نستنع على ما باقي العملية الـ Import تخلص ونرجع وكده انتهت تكون عملية الـ Import للـ Virtual Appliance License License Manager كده لو بتلاحظ الآن نحن في الـ Console في بتعمل Start فعبارة عن Virtual Machine يعني وما يسمى بالـ Virtual Appliance في بتعمل Pouting Startup أوكي وكده يبقى انه نحن نلعب أو نضبط الـ Configuration الخاص فيه طعم بتعمل Enter عشان تـ Continue بتحط الـ Unix Password طبعاً نحن هنا بنيتكلم طبعاً الـ Strix مبني على Scent OS حتى لا يكون غدق فلت فالـ Password اللي بتحط انته الان دي Password خاصة بالـ Operating System دي أو بالـ Virtual Appliance دي خلي بالك نحط الباسورد نعمل عمليات confirmation للـ Password نفسه كده بيس لك لو انت جوين في دومين أو لا فانا ما فيش دومين فبك بس انتر فبسألنا الان هيا Do you want to use DHCP configuration فبقله عشان بحب بحط عشان بحط الباسورد بحط الباسورد 192.168 مثلا 1.20 255 255 255 0 192.168 1.1 وكده بيقولي انه بتست الـ Connection فبقله ووكي فهو الان بيختبر الـ Setting اللي انا وضعته فهنا بيسألنا على الادمنستراتر باسورد والمقصود بالادمنستراتر باسورد الباسورد اللي هنا هي مش نفس الباسورد اللي كان سأله في الأول قلنا الباسورد اللي سأله في الأول دي الباسورد الخاصة بالفرج والابلاينز أو بنظام التشغيل نفسه أو بالفرج والماشين دي لكن الآن بيسأل الباسورد الخاصة باللوجين انترفيس او ما يسمى بالويب انترفيس احسن تسجيل الدخول فلو بتلاحظ حتى هو جاب اليوزر اسمه administrator ها شفت مش قادرين نلعب اسم اليوزر فنحط الباسورد نحن my complex password ودي الباسورد تبعنا ها وده طلع IP address هنا فيقول لك اذا تحب تأكسس تحط ال IP ده نحن نخد ال IP ده copy ونفتح الويب براوزر ونعطيه لسق paste يعنيها وده عبارة عن الانترفيس هنا عبارة عن reports error كده شفت بيطلع هنا عبارة عن الليسنس اللي انا بحب بعمل عليها activation ده dashboard وهنا الداشبورد الخاصة بالadministrator ده الباسورد اللي كنا بنتكلم عليها admin وتحط ال complex password اللي حطيتها اول وenter كده انا عملت login ولو تشوف لسنس administrator console فقال لك عندك لسنس سيرفر display الhost name الdomain في كل السيتنج اللي جايبها user configuration انا ممكن انشئ user شوت الفكرة alert ممكن اعمل عمليات specific alert يعني بحدد نوع من انواع الاليرت يعني ها عندك انواع كتيرة عندك السيرفر configuration اضافة الى vendor domain فنرجع نحن في الداشبورد فنحن محتاجين حاليا انه نعمل عمليات activation فنروح مباشرة للتولز lesson manager ونعمل check assign lesson ونطلع على Strix seen server platinium edition وهنا بحط الIP address الخاص بالفرج والappline ده الIP address كده بعمل اوكي طعم بياخد شوية وقت عما بال نعمل activation نوقف ونرجع وكده انتهت عملية activation الخاصة بزيان server لو بتلاحظ صار expire 9 days وصار edition سترك زيان server platinium edition وكده نحن عملنا عملية activation الخاصة بالزيان server طيب نحن محتاجين نتعامل مع users و WSS فمحتاجين ننشئ او import virtual appliance او ما يسمى بالويب self surface او زيان server WSS هو عبارة عن virtual appliance نعمل next فبقل يختار زيان server اللي تحب تعمل عليه next فاختار location اسكازي على سبيل المثال دي المرة او ممكن تختار local فمجون to select local فيانا بيسأل على الكوننكشن الخاص في النيتوورك طبعا بنسيب default setting next و finish وكده تبدأ تعمل start start الوب self surfaces او الانترفيس الخاصة اللي بنعمل من خلال عملية منجمن للزين center عن طريق الويب انترفيس فهي ما بتحتاجش لأيي configuration بس فقط بت start up وبتعمل عملية remote عن طريق ال IP اللي بيطلع لك في virtual appliance نفسه وكده تكون عملية import والآن virtual appliance بتعمل start اللي عبارة عن virtual appliance اللي بتسمح لنا انه نحنا بنعمل عملية remote او عملية management عن طريق الوب self surfaces starting up still وكده تكون اشتغلت فده الIP اللي نحنا بنعمل login من خلاله بناخد الIP copy ونطلع الweb interface وبست فهو بيسأل نحنا على authentication ssl for process anyway welcome to zian server web self surfaces start دي عبارة عن welcome interface في administrator نحنا حطيناها by default my complex password تحطيت فهنا بيسألنا هل بتتعامل مع built-in user او active directory انا متى بختار active directory لو هو integrated او connected مع active directory حاليا في الوقت الحالي I'm going to select built-in user عشان مش integrated عندي في active directory وكده نعمل login على administrator دي عبارة عن الانترفيس الخاصة اللي انا بعمل عمل عملية manage من خلاله لو بتلاحظ عندك الزين server web self surfaces فلو رحت على البول فمن البول انا بقدر اشوف السيرفر اللي بضيفها users من ال users انا بشوف ال users اللي بقدر اضيفهم حاليا عندي user واحد هو as administrator فعندك هنا لو تروح على ال star d او تطلع عليه change permission view task logs view shared vms او ممكن عن طريق ال install checklist انت تقدر تضيف كل شي فهنا اقدر اضيف add pool او ممكن تطلع من البول نفسه وتطلع على السهم ده وت add من users و add users بس as a centralized administrator عفوا فانت تقدر من مكان واحد تcontrol وتmanage الكل فاد pool تعمل expand هنا وتروح عند add اقول لك حط ال ip الخاص بال server ال ip الخاص بال strix نشوف ال ip بس هنا نروح عند network general و ip 10 كده نحط ال ip 192.168.1.10 وهنا نحط ال root password الخاصة بال strix نفسه او بال server نفسه او 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 طبعا حاليا بيقول لي انو مش متوافق عشان انا عندي الفرجن 6.1 وعبارة عن 5.6 فمش مشكلة فشفنا من فين يعني بالامكان انو نضيف فممكن كمان من ال users انت هنا تطلع ونفس الفكرة add user بس بيطلع لك نفس المشكلة ليش عشان ما عندناش توافقية مع ال users نفسه او كي فانت تنزل ترجو ال appliance القديد من موقع setrix وتتبع نفس setting عندك task logs انت بتشوف جميع task logs هنا بتطلع settings لو تحب تحط على سبيل المثال يعني اعدادات الخاصة فيك ممكن انت تغير مثلا IP address او اشياء او شغلات زي كده او built in users appliance انت ممكن من هنا على سبيل المثال بتلعب بعدادات IP interface هلوه DCP او هلو IP وممكن تحط IP اللي انت كمان تحب فلو غيرت الا static IP فانا بقدر اغير في IP بس لو غيرت في IP الان بيطلب ان انا اعمل عملية تسجيل خروج ودخول من web interface فانا نرقع للزيان center تبعنا فلو رحت لتولز انت كمان من خلال التولز بتلاحظ عندك server status report ده ده الخيار بيتيح لك انه انت تشوف report على السيرفر نفسه فبيقول لك اختار الزيان server اللي بتحب report منه عندنا حاليا server واحد نعمل next هنا عندك list كبيرة جدا من ال reports clear all على سبيل المثال ونختار بس اول ثلاثة فانت تقرأ كل واحد فيهم ال network status first boot script نريبور دي الاشياء بس تعمل next فلان بيسوي عملية بياخذ معلومات من النظام فبياخذ شوية وقت اذا بتلاحظ complaining وكده تكون انتهت عمليات generate لل report next فده بيطلع لك file name كzip وهنا ممكن انت تختار location عشان تسييف فيه report done باشرة وfinish شفت وكده سيفت ال report ونرجع ثاني مرة على tools عندك system alerts هنا بتشوف جميع alerts الواقية من السystem فانت بتختار a engine server عشان filter وهنا بتختار data اللي تحب تطلع no filter last 24 hour last 3 day 30 minute هنا تحب refresh لو تحب تعمل export مباشرة للتقرير نفسه سبيل مثلا نروح على الدسكتوب ونسمي my underscore report underscore xs زين server يعني وكذا يكون عملنا export واني رقع على tools عندك license manager عندك check for update فده بيتصل مباشرة عبر الانترنت وبيشوف الابدات اللي طالع لك من الخيار انت تتمكن وانت قادر تعمل عملية update للزين server عن طريق الزين center انت ممكن تعمل update one by one او ممكن تعمل download and install تطلع على tools عندك ruling pool upgrade اذا بتحب تعمل upgrade على ruling pool تختار server لتحب عندك upgrade mode فحاليا نحنا عندنا ما بنعمل شرول لنج عشان نحنا بنستخدم free edition نشوف options عندك options دي بما يخص زين center نفسه عشان مسألة الاتنتو كيشن الخاصة بال ssl موضوع لابجريد النوتو كاستام تقول لتشيك زين سيرفر update تشيك زين سيرفر سنتر version او ممكن اعمل تشيك for new version for زين سيرفر الجراف تحب يظهر بالشكل ده او يظهر بالشكل ده الكونسول الكونيكشن عندك كمان السيرفر restore اضافة الى plug-in انت ممكن تعمل plugins على folders واشياء زي كده فكاتب لك هنا center plugins online فلو تعمل اوكي على الخيار فهو بيوصلك باشرة online عن طريق console نقول اوكي كمان ممكن نحن لو رحنا على قائمة على سبيل مثال سيرفر فعندك هنا مجموعة من الخيارات فعندك add report reboot shutdown power on connect disconnect add pool backup نحن وقين نتكلم على كل اشياء password عشان تتشينج ال password ممكن كمان properties في properties بيعطيك general setting custom fields alerts email option انت لو تحب تحصل اي report او alert تطلع لكم بجرة على email ممكن تكاستم الملتي bathing اضافة الى power on خاصة في network انت بتتمكن انه بتشغل السيرفر حتى لو كان مطفي خاصة بال remote access و تحدي او او logs او report انت ممكن مباشرة عن طريقة زيان center تروح لعند tab او تبويب اسمه logs بس فهنا انت ممكن بكل بساطة تشوف جميع records عندك ممكن تكاستم من هنا بس عشان تعمل focusing على سبيل المثال على error مفيش alert بس alert مفيش alert action ده كله action عندك وده information ها شفت كده ممكن بكل بساطة تعمل clear وده تحب تشوف log file خاصة ب fair jual machine أو appliance تحدد fair jual machine بحد data وتطلع على logs نفسه وكذا تكون انت قدرت تشوف logs file الخاصة بكل شي على حدة يعني نقيا ونشوف موضوع users نروح لل users عشان تجوين الزيان center لل active directory وتعمل integration بيناتهم فبتقول join domain وهنا بيطلب لك انك تحدد the domain وليكن the domain تبعي username password عشان بتعمل join لل domain وكذا حتى users والgroups اللي انت بتعمل لها create فبتطلع مباشرة عن active directory بيقدر يوصل لل domain بيكون في مشكلة عندي في ال network مش قادر يأكسس السيرفر بس نوقف ونشوف المشكلة ونرجع نحط credential او نبعث credential administrator password هو مش قادر يبعث كاردين شيء الخاصة فيه طبعا صارت عندي مشكلة بال active directory السيرفر اللي أنا منصبه على VMware وقع يعني اللي منصبه active directory فان شاء الله بسجل حلقة خاصة في موضوع عملية joint domain وال user permission الخاصة بالزين سيرفر الى هنا كان معكم أخوكم ولا عصام شكركم على حسن الاستماع وطيب الله وقاتكم شكرا جزيلا شكرا